السلام عليكم متابعي قناة جراو وأبدع أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني في تلوين ناسمة من أنمي كوكو تاما طبعا ناسمة ألوانها بسيطة جدا وسهلة ومش رح تكلفنا كثير طبعا رح أكيد أبلش في تلوين الوجه هي بشرتها بيضة رح أستخدم هذا اللون وأكون بتلوين لون أولي في كافة الوجه نكون بتحديد بلاض العين بهذا الشكل يلغم جدا أن أحدد بلاض العين مشان ما نتخربش ونلون جوا ونتركه أبيض ورح أكون بتلوين كافة الوجه والرقبة شوية من الأذنين من هنا باللون البيج لكن بخط فاتح ما نضغط في إيدنا بالقلم واللون طبعا كنت هيك بإعطاء الحمسة أولية باللون البيج هسا رح أكون بنفس اللون بالضغط في إيدي على القلم في هاي المنطقة زي ما أنتم شايفين بهذا الشكل تحت خوصها للشعر خلص هذا يا كفيلي بتلوين الزلال منترك مشارتها بهذا الشكل يعني فيه ملاطق مثلا بيضة هنا هيكي نلعب بها بخط خفيفة نفس اللون مش بالضروري أني أحط كمان لون ثاني فوق لون التضليل لأنه ما شاء الله هاي الألوان حدتها قوية جدا في التضليل فالكتب بكفة هسا رح أكون بتلوين في داخل الفم طبعا أكيد في داخل الفم بس تحتها في لندي اللون الوردي الغامك واللون العنابي الغامك اللون العنابي الغامك بس هون في زواينا داخل الزوايا الفم هذا الشكل وبهذا اللون بلون اللسام بخط فاتح هذا الشكل بخط دائري هيك زي بشكل دائري بلون مشار أسجم اللون لبعض هيك بلون بخط أغمع كيك من جوه وبس هسا بدنا ننتكلي تلوين العين طبعا بداية أكيد رح استخدم اللون الفاتح هذا هو هاذا لون بني فاتح لون رملي ما بعرف موجود هيك من ضمن 120 لون عندي من ألوان فابر كاستل إذا ما بيتواجد معكم تستخدموا اللون البني لكن بخط فاتح جدا جدا يعني ما تضغطوا في إيدكم بالقلم هسا أول شيء يعني قبل ما أبلش بتلوين العين رح أكون بتعليم اللماع بهذا الشكل ومن خلاله رح أكون به تلوين كافة العين طبعا اللون هاذا الشكل هاذا دائما منبلش بالألوان الفاتحة للتلوين مشان الألوان الفاتحة هي اللي بتبرز لنا لماع العين دائما هسا بنفس اللون مشان أعلم المناطق الغامقة اللي رح أستخدم طبعا أنا رح أستخدم ثلاث ألوان لتغميك لهو هاذا اللون أول إشي شوفوا شو بعمل هاذا الشكل شوفوا اللماع من وين رح ييجي لماعه فقط من هون رح يكون فقط هاذا لون تلوين أولي هاذا مشان اللماع نفس الشيء هنا بضغط في ايدي بالقلوم وعلى حواف كمان حواف الدائرة بهذا الشكل هيك أعطاني زيلون زجاجي للعين هسا رح أنتقل لدرجة الأغمق في تلوين العين وهي درجة البني طبعا هاي من الألوان الرخيصة موش الغالية بس كله يعني كله أصلي ومنح وبيتلون فيه رح أكون بي شوفوا أقطع مسافة بهذا الشكل هيك رح أكون بالتلوين كافة العين بهذا اللون من الأعلى من حواف العين الحواف الدائرة العين وهيكي مشان يعطيني درجة البني اللي بدي إياها الأغمق هاذ الشكل أهم شيء حافظه على مع العين هسا بتستخدموا اللون البني الغامق المحروك إذا ما بيتوفر عندكم تستخدموا اللون الأسود بخط خفيف لكن أنا رح أستخدم من أقلام التخطيط هو هاذ القلم بيختصر علي يعني بديله هو بديل هاذ اللون رح أكون بالتلوين هيك في داخل البؤبؤ منهان ومنهان هاذ الشكل فقط هاي الأماكن اللي رح أستخدمها وكمان على الحفة على حفة العين عوافة العين هاذ الشكل رح ألون هيك في الداخل خلصيك وصلت للون اللي بدي إياه في العين هاذ الشكل رح أنتقل لي الشكل الثاني من العين نفس الإشي بعمل هاذ الشكل شوفوا كيف أعطانا زي لون مضيق للعين بجيب هاذ اللون هيك بكمل عليه بخط غامق هاذ الشكل بنحافظ على اللماع الأسفل خلص هيك وصلت للون اللي بدي إياه قمت هيك بتلميع العينين طبعا هسا رح أنتقل لي تلوين الشعر طبعا هو هاذ اللون اللي رح أستخدمه هاذ اللون من الألوان الرخيصة بس شوفوا كيف بتلون بخط غامق هس رح أستخدم هاذ اللون لتلوين كافة الشعر هس رح ألون من الأسفل بهذا الشكل مشان نعطي درجة لماع للشعر بهذا الشكل للأعلى كمان للأسفل هاي الطريقة هك بس إنه نعمل لماع خفيف مع إنها لازم نحافظ على درجة طبقات لون الشعر بهذا الأنمي بهذا الشكل زي ما أنتو شايفين هاي لماع الغرة بيجي منها خلينا أكون بتلوين كافة الشعر بشكل مصرح مشان تشوفوا كيف بالظبط موسيقى 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 اشتركوا في القناة طبعا هيك قمت بي تلوين اولي للشعر هس رح انتقل للتلوين ثاني وهو رح استخدم هذا اللون الغامك او هذا اللون خلينا نشوف رح يغطينا درجة الغامك اللي انا بدي اياها او هذا اللون منتاز رح اكون بي عمل خطوط في هذا الشكل لما انتم شايفين مشان الوين في جواها هيك جوا هاي الخطوط هلوين في كافة داخلها مشان يعطيني اللون التضليلي اللي انا بدي اياه وهو لون تضليلي الشعر موسيقى موسيقى لو و اولا موسيقى حول موسيقى موسيقى تمام موسيقى مثه dimensions تمام هيك بكفي للشعر راح استخدم اللون البني هات اكون بس بالتحديد وهذا الشكل طبعا دائما زي ما انتم عارفين انه اصعب جزء هو تلوين الشعر دائما بيكون مش اصعب هو سهل تلوين الشعر بس بيستغرق وقت كثير يعني لدرجة ان اطررت ان اصرع الفيديو لأقصى حد مشان ما يستغرق يعني لو حط الفيديو الاصلي اللي من دون تسريع كان ما بيرضى ينزل على اليوتيوب من كثر ما هو طويل بسبب تلوين الشعر فقط لا غير على العموم خلونا ننتقل لي تلوين الشبر اللي علىها طبعا هسه للجزء السهل راح ننتقل طبعا لون الشبر وردي من نكسم هيك من النص انه هذا اللي مندحت اللي مندحت منلونه بالغامك اللي منفوق منلونه بخط افتح بهذا الشكل هسه راح انتقل لي الكبه وهذا الخط والكبه راح نلوينهن باللون الوردي بس هذا الخط وهذا الخط منتركهم ابيض هذول اثنين ابيض زي المريول اللي لابستو او اشي وطبعا راح اكون بتحديد زي مشوهانة مثلا خط الظل هيك راح ييجي خط الظل الوجه من هون نفس الشيء هيك راح يجي كله يعني من فوق من الاعلى بنلونه بلون غامق هذا الشكل وبانتحت بنلونه بخط فاتح هيك بنخفف ايدنا شوي كلهم طبعا بس في شغلي هنا موجودة على قميصها انا شفتها انتبهت لها الهسه بنرسم اربع كلوب حب ببعض الشكل واحد اثنين ثلاث اربع طبعا راح اكون بتخطيتهم راح اكون بالتلوين في داخلهم باللون الاخضر طبعا لون هون اخضر نستخدم اللون الاخضر يمكن هو شعار او شكل يمكن غصن شجرة يمكن هو شكل ورق شجر زي ما انتو شايفين هذا الشكل هيك ازاي شكلها زي ورق شجر يمكن او بلوب او ما بعرف الظبط على العموم خلونا ننتقل لي تلوين الكنز اللي لابستها طبعا هو هذا اللون بالظبط لون اصفر افتح درجة لون ما الا بياض رح استخدم هذا اللون واكون بتلوين كافة الكنز اللي لابستها بهذا اللون بخط خفيف كمان يعني صح انها بضغط عليه ببين بس انا رح الونه بخط خفيف بس اه ما يعني ما تلونه في داخل هاي اللي خلوها بيضة اوكي؟ ولو طبعا هيك حبيت اني بس في هذا اللون الشوكولات ادخل شوي على الشعر بهذا الشكل مشان يعطيني اضاءة خفيفة بس موسيقى 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 تمام هسا لو سألتكم احكيتلكم شو اللون الذلال اللي ل اللون الاصفر الفاقع تك 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 الاجابة رح تكون هو اللون البني المحروق صدقوا ولا ما تصدقوا اغمق انواع درجات البني رح اكون باستخدامه بخط خفيف مشان اكون بالتضليل ها؟ شايفين كيف بعطيني تضليل بالضبط تضليل واضح هذا الشكل موسيقى هسا بك عنا نلون هاي الصرصورة او هذا الدم اللي موجود على كتفها شوف الوانه من كريب طبعا العيون زرق على السريع اللونه نعمل هيك اول شيء لماع داخله موسيقى طبعا هاي كوكو تاما ما حدا يرجع يطلبوا مني لان هايه ورسمتوا هان بالخطوات صح صغير بس ان شاء الله تستفيدوا هاوا سابقا عنا اخر شيء اخر شيء اخر شيء وهو دائما المسك ختم الصورة رح استخدم اقلام التخطيط رح استخدم اقلام التخطيط المعنقل باك و رح اقوم بتخطيط كافة الصورة من الخلف مشان تبرز معانا تمام وهيك وصلت اقصحت للصورة بثمنى انها تنال اعجابكم طبعا ما تنسوا توقيعكم الفني انا اسمي هيا وايضا ان اعجبتكم قنوات درو ابدع لا تنسوا الاعزاب والاشتراك بها قناة درو ابدع في عالم الانمي والازياء وايضا الضغط على زر الجرس لتأتيكم مشعارات القنوات وعسى ان نلتقي في فيديوهات اخرى اصدقائي وسلام اشتركوا في القناة